السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أسعد الله أقاة أبنائي وبناتي بكل خير كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بأتم صحة وعافية بإذن الله معكم معلمتكم منال صالح الغريب معلمة للمرحلة التأهيلية لطلابي وطالباتي المبدعين والمبدعات في الصف الثاني تأهيلي معي في مادة مهارات رقمية للفصل الدراسي الثاني فأهلا وسهلا بكم أبناء أنا وبناتنا في درسنا برنامج ميكروسوفت تيبز إذن قوانين التعلم عبر قنوات عين التعليمية التي نتفق أنا وأنتم على الالتزام بها قررنا أن من واجبنا عند مشاهدات دروسنا عبر قنوات عين التعليمية أن أختر مكان مناسب للتعلم بعيدا عن الطجيج بعيدا عن التجمعات كذلك أبنائي وبناتي تكون لدي معرفة مسبقة بجتولي وأوقات التعلم المباشر سواء على منصة مدرستي أو عبر قنوات عين التعليمية بعد ذلك أجهز كتابي أدواتي التي أحتاجها تكون بالقرب مني أبنائي وبناتي في درسنا معدة مهارات رقمية يتطلب وجود جهاز حاسب آلي متصلا بالأنترنت ذلك أعمل من الآن على تجهيز جهازي الحاسب الآلي يكون متصل بالأنترنت أو جهازي اللوحي أو حتى جهاز الهاتف المحمول الدكي تكون متصلة بالأنترنت أحمل عليها تطبيق برنامج اللي هو ميكروسوفت تيمز حتى أتمكن من تطبيق الخطوات في إنشاء حساب على برنامج ميكروسوفت تيمز أبنائي وبناتي بعد ذلك أستمع إلى درسي بتركيز وأطبق الخطوات مع معلمتي حتى أتمكن من المهارة بشكل متقل أتابع الدرس حتى ينتهي الوقت المخصص له قبل أن نبدأ درسنا وجه رسالة خفيفة إلى أولياء الأمور نطلب منهم التواجد أثناء فترة البيت تقديم الدعم والتوجيه كذلك مساندة أبنائنا وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم الرقمية إنوان درسنا هو ميكروسوفت تيمز هدف العام أن يتعرف الطالب والطالبة على كيفية استخدام برنامج ميكروسوفت تيمز أهداف التدريسية التي أسعى أنا وأنتم إلى تحقيقها بإذن الله أولاً أن يذكر الطالب والطالبة ما هو برنامج ميكروسوفت تيمز ثانياً أن يذكر الطالب والطالبة فائدة برنامج ميكروسوفت تيمز ثالثاً أن يذكر الطالب والطالبة خصائص برنامج ميكروسوفت تيمز رابعاً أن يطبق الطالب والطالبة خطوات فتح برنامج ميكروسوفت تيمز خامساً أن يطبق الطالب والطالبة خطوات التسجيل في برنامج ميكروسوفت تيمز سادساً أن يستخدم الطالب والطالبة برنامج ميكروسوفت تيمز بشكل فعال نعلم تماما ماذا يعني غرفة صفية أو صفا دراسي داخل المدرسة ولكن مع التطور أبنائي وبناتي ووجود جائحة كورونا استحدثنا واستحدث العلم ماذا؟ تطور التقني غرفا صفية افتراضية على برنامج ميكروسوفت تيمز هذا البرنامج يمكنك من ماذا؟ من إنشاء غرفة صفية افتراضية تستطيع من خلالها تواصل مع أصدقائك في صف افتراضي بحيث أنه يجمعكم هذا الصف الافتراضي صوريا وإنما فعليا كل واحد منكم ماذا في مكان مختلف وإنما يستطيع جمعكم هذا الصف الافتراضي صوريا من خلال تبادل الرسائل يبادلها بشكل فوري يتحدثون مع بعض كأنكم في نفس المكان يمكنكم مشاهدة بعضكم لبعض برنامج ميكروسوفت تيمز يتيح لكم إلى أنكم تنشؤون غرف صفية أو غرف للاجتماع والالتقاب الآخرين ومشاهدتهم مباشرة كأنكم في غرفة واقعية إذن هو غرفة افتراضية بحيث أنه في الواقع أنه كل واحد في مكان ولكن يستطيع أن يجمعكم يمكنكم من خلال مشاهدة بعضكم بعض كأنكم في نفس المكان أيضا أنه هذا البرنامج برنامج ميكروسوفت تيمز برنامج مجاني يعني ما أدفع أي مقابل مالي لقاء حصولي علي كما يمكنني من خلال هذا البرنامج الاتصال بشكل مجاني ما يطلب مني سوى فقط ماذا الاتصال بالإنترنت بعد ذلك استخدمها كوسيلة اتصال بشكل مجاني معذرة إذن أستخدمها كوسيلة اتصال بشكل مجاني كما يمكنني إرسال رسائل فورية يعني أنا أرسل الرسالة ورح يتلقاها المستقبل بشكل فوري إذن إرسال رسائل فورية بشكل مباشر نطلب منكم أنكم استخرجون أيقونة برنامج ميكروسوفت تيمز ماذا أبنائي وأبنائي سيكون لونها أيقونة برنامج ميكروسوفت تيم ما هو لونها؟ أيهم تمثل أيقونة برنامج ميكروسوفت تيمز أحسنتم الأيقونة الزرقاء هي أيقونة برنامج ميكروسوفت تيمز إذن أبنائي وبناتي خطوات فتح برنامج ميكروسوفت تيمز أول خطوة أهم خطوة ننتقل إلى ماذا؟ نفتح البرنامج من خلال قائمة إف إبداء يصير موجود بين البرامج أفتح البرنامج لاحظوا هذا هو برنامج ميكروسوفت تيمز هذه هي الأيقونة مكتوب عليها ميكروسوفت تيمز أنقر عليها مرتين وتفتح لي واجهة البرنامج شوفوا الموجودة الآن واجهة البرنامج في الأسفل بعد ما أقوم بفتحه ماذا سنتعلم أبنائي وبناتي في لقائنا هذا؟ أول خطوة رح نتعلم نكمل إنشاء حساب على برنامج ميكروسوفت تيمز نتفق أنا وأنتم أنه قضعنا بريد إلكتروني يكوني أما تبع جيميل أو ياهو أو الأوطلق بعد ما أنشأنا أدخلنا كلمة مرور خاصة بحسابي على ميكروسوفت تيمز خطوة اللي رح يطلع لي بعدها حتى أكمل إنشاء حساب رح يطلع لي البلد والمنطقة البلد والمنطقة اللي أنا موجد فيها اللي هي المملكة العربية السعودية بعد ذلك يطلب مني إضافة تاريخ الميلاد الخاص بماذا يوم ولادتي أضع اليوم الذي ولد فيه هو الشهر وكذلك السنة وهو عام الذي تمت ولادتي فيه إذن هذا هو تاريخ ميلادي أسجل تاريخ ميلادي بعد ما أنتهي أنه مثلا أضع تاريخ ميلادي مثلا عام 2000 مثلا واثنان شهر عشرة يوم مثلا يوم خمسة أدخل من خلال أختار من قائمة الأرقام الموجودة المنسدلة أختار خيار التالي إذن أبنائي وبناتي الخطوة التالية بعد ما أتحقق من البريد الإلكتروني وأقوم بإدخال الرمز الذي تم إرساله على بريدي الإلكتروني أنتقل إلى ماذا إلى إنشاء الحساب راح يطلع لي ممكن حل اللغز حتى نتأكد من أنك لستر ريبورت راح يعطيك أسئلة بعد الإجابة عليها ممكن صور تطلع لك تحركين الصور حسب الاتجاه بعد ما ننتهي راح نختار كلمات أتسالي إذن ها هي الخطوات حتى ننشئ حساب على برنامج ميكروسوفت تيمس إذن نطبق عملي معا أبنائي وبناتي أول خطوة في التطبيق عملي نفتح البرنامج ميكروسوفت تيمس كما تحدثنا أني أفتح البرنامج ميكروسوفت تيمس من خلال ماذا؟ أحسنتم من خلال قائمة إبدأ إذن أفتحها من خلال قائمة إبدأ بعد ذلك أنشئ الحساب نكمل خطوات إنشاء الحساب بعد ما أضيف حسابي الإيميل الخاص بي سواء جيميل أو ياهو أو مقدم الخدمة سواء كان مقدم الخدمة جيميل أو كانت مقدم الخدمة ياهو أو كان مقدم الخدمة الأوتلوب إذن من خلال هذا الإيميل الموجود لدي من أحد مقدمي خدمة البريد الإلكتروني أبنائي وبناتي أنتقل الخطوة الثانية وهو ألا وهو وضع الرقم السري أو الرقم الخاص بي الرقم المرور خاص بي لإنشاء حساب على برنامج ميكروسوفت تيمس خطوة لتليها رح يطلب مني تأكيد على البلد اللي أنا موجودة فيها والمنطقة إحنا في أي بلد موجودين؟ كل حسب منطقة وبلدة أنا الآن من بلد المملكة العربية السعودية إذن أضع البلد حقي أو المنطقة اللي هو المملكة العربية السعودية الخطوة التالية نضع تاريخ الميلاد كما اتفقنا اللي هو سنة ميلادي العام في هنا هذه الخانة اللي هو عام مثلا عام الميلاد مثلا نقول مثلا ميلادكم ألفين وإثنان شهر إثنان يوم أربعة عشر إذن هذا هو تاريخ الميلاد مثلا خاص بأحد منكم نبتسل الخطوات كل واحد منكم يضع تاريخ ميلاده حسب مثلا لو ممكن يكون عام ألفين شهر واحد يوم خمسة نضيف تاريخ الميلاد بعد ذلك نختار كلمات التالي بعد ما نختار التالي رح يرسل لي رمز أو رقم على بريد الإلكتروني المدخل في البداية أفتح بريد الإلكتروني وأنسخ هذا الرقم وأقوم بلسقه في هذه الخانة أو أنجلا رقم رقم بعد ذلك الخطوة اللي تالية أختار التالي نحل اللغس كده نكون أتممنا إنشاء حساب على برنامج الميكروسوفت تيمس حتى نتمكن من الاستفادة من خدمات برنامج ميكروسوفت تيمس إذن أكون حريصة على التطبيق العملي حتى أنشئ حساب على برنامج الميكروسوفت تيمس وأستفيد من خدماته المقدمة سواء اتصاله الهاتفي سواء من خلال مكالمات الفيديو أو حتى أبنائي وبناتي في إنشاء غرف لمجموعات مختلفة سؤالي لكم قبل أن نختم الدرس يمكنك من خلال الاتصال بميكروسوفت تيمس الاتصال هاتفيا صح أم خطأ؟ يمكننا الاتصال هاتفيا أحسنتم صحيح نستطيع الاتصال هاتفيا من خلال برنامج ميكروسوفت تيمس وصلت معكم إلى نهاية درسنا أستودعكم الله وألقاكم على خير أبنائي وبناتي ولا تنسون من إتمام إنشاء حساب على برنامج ميكروسوفت تيمس كما تعلمنا وفقا للخطوات التي طبقناها سويا ألقاكم على خير وأستودعكم الله معلمتكم منال صالح الغريب